الجريمة التانية هي ان الناس لو غضبت وطلعت زي ما طلعت في 25 يناير هتبقى مشكلة دول الجريمتين بتوقع الشعب من وجهة نظر السيسي وعشان كده طلع السيسي زي ما بيقول المثل برضو ضربني وبكى وسبقني واشتكى طلع يسبق ويواجه الشعب المهمل المخلفاتي قبل ما حد يسأله عن كشف حساب العشر سنين قبل ما حد يتجرأ ويفكر يطلبه ببرنامج جاي السيسي ساب كل مشاكل البلد وقرر يعمل مؤتمر للسكان انا عايزك وانا بكلمك تفتكر المصطلح حشان ما تنسهوش العمليات الاعلامية الكاذبة اللي ابتدعها البابوات في القرن الوسطى سبق كل ده السيسي وعمل حفلة كبيرة اوي انا عايزك تحط في دماغك واجزة دوق الفيلم اللي هيغطي على فضيحة الرئيس الجنسية قبل اربعتاشر يوم من الانتخابات ادي له بوست للفيلم عشان ترتاح انت تعبته وجبته ما ادي عمارة ترينيج في العتبة هو ده بطولة اتنين عبقرة يا ولاد بوست داستين هوفمان وروبرد نيرو الرجل ده خد اوسكار في حتة فيلم يا خبرة بياض لما كان عمل دور واحدة ست موزيعة داستين هوفمان واو وطبعا دينيرو حدث ولا حرك في عبقريته شوف الفيلم ده عشان تعرفه ما يسمى بالعمليات الان على فكرة الفيلم ده اتاخد كنموذج لصناعة التضليل الاعلامي عند الحكومات اسيسي الحقيقة عمل نفس قصة بدل ما يعمل فيلم هو عمل قبل كده الاختيارات والحاجات دي بدل ما يعمل فيلم عمل بقى ايه مؤتمر السكان عشان يعلق عليه كل شماعة فشل واخطاءه على زيادة السكان وبدأ يقولك مش بس كده ده احنا مستعدين نعمل جزء تاني من الفيلم زي بيقول مستعدون لتنظيم مؤتمر العالمي للسكان سنويا لانه منصة هامة لطرح القضية الكبيرة دي الكبيرة دي تبقى مش عايز اقولك هي ايه مع ان الجريمة الحقيقة هي المؤتمر نفسه اللي مصر نظمته ودعت اليه هيئات ومنظمات وافراد وبلغ عدد المشاركين فيها حضرات 8000 واحد 8000 واحد تخيل مصر عملت مؤتمر عالمي للسكان انت مش بسدق تفاصيل اهو تخل التفاصيل 8000 رئاسة مجلس الوزراء حساب موسق بيان صادر عن وزارة الصحة يعني لمراجعة الاستعادات النهية لعقد المؤتمر وزير الصحة 8000 شخص من الاجانب والمصريين سجلوا على مواقع الالكتروني لحضور المؤتمر 65 جلسة حوارية على جدوى الاعمال هيستمر يا حضرات تلت يام تلت يام مؤتمر عالمي اهو مصر تنظم مؤتمر عالميا للسكان بحضور 8000 شخص مش بنلعب مش بنهزر اما ليه اجتماعات بقى من خمسة لثمانية تلت ساعات لا تلت يام على خلفية تنظيمة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية تحت رقائة عبد الفتاح فين بقى في العاصمة الادارية وطبعا الناس دي يا حضرات مش جاية عن ناشف كده ولا ايه مش احنا المفروض نكرم الناس وبالمرة نعمل زي كهين ينعي ولد ويصلح ساعات يعني الناس الاجانب اللي جايين دول ما نروك شوية عن السياحة فنعمل لهم برامج سياحية نوديهم بقى حتت ونرجعهم من حتت وش اكل وش شرب وش قتلات ده غير تذكر الترام في بلد مديونة وبتكحه ترام بتعمل مؤتمر دولي عالمي فيه 8000 شخص بحسب كلامكم يعني تذكر طيران وفنادق واكل وشرب واجار قاعات الحكومة بتحسب عليه كل السنة يعني بالمية الشخص الواحد مش هيقل تكلفته عن 3000 دولار طيران وانتقالات وفنادق والصدافة يعني تقريبا حزبة 24 مليون دولار حزبة 20 مليون دولار حزبة 15 مليون دولار ولو الدولار دلوقتي ب40 جنيه يعني انت داخل في المليار انت متخيل بلد مش لقية تاكل مش لقية الدولار بتدعو او بتعمل مؤتمر عالمي تلات يام وفيه اجانب وفيه بقى ايش كهارب وش ديكورات وش سجاجد نفروشة وش ناس بتاكل وتتعشى وش مكافآت عملية تضليل اعلامي كاذب بزميتكم دي مش جريمة هقولك لينها جريمة لان الباشا عمل كل ده عشان يمسك الكريستالة عشان يمسك ام الحديدة ويقعد يحاسب ام الشعب ويبكت في ام الشعب هو فتاح مش كفية مؤتمرات يعني انت اصلا مفلس وبرضو شغال مؤتمرات يعني عمل زي واحد مش لقى يأكل وبعدين يعمل حفلة يجيب هني شكل مش معقول اعزم واكل وشرب عليه اللي بيحصل ان الدولة بتنفق من مال الشعب كله عشان تعمل دعايل عبدالفتاح السيسي بدل ما يصرف من الفلوس المقررة لكل مرشح والتي حددت هاللجنة الانتخابات بانها عشرين مليون جنيه اي مرشح يعني عبدالسند حمامة سوري يمامة اللي هو مفترض هينزل قدام السيسي مفروض ما يصرفش اكتر من عشرين مليون جنيه وبالتالي عبدالفتاح مفروض عشرين مليون جنيه بس فالنهاردة يتعمل لعبدالفتاح وعزومة دخلة في مليار عشان يقعد يقولنا ان احنا شعب ابن كلب بينما الناس برا بتتحاسب على كل دولار وبيتعد عليها الفلوس اللي بتصرفها على نفسها خد مثلا عندك خبر كده رح نازل النهاردة بالصدفة كده جرح تجميل بايدن انفق مئة الف دولار على زرع الشعر وشد الوجه هو حر يا سيدي مش فلوسه حد حبس الطبيب ده هو حر فلوسه ويتقال كده الراجل عمل زرع الشعر وعمل مش عارف ايه وشد منخير ونفخ شفاء هو حر بس الشعب بيحزبه انما السيسي يعمل مؤتمر كامل على حساب صحب المخيل للشعب عشان يعمل دعايا لنفسه لا وعايز يعمله كل سنة اهو بيقولك المؤتمر كل سنة مستعدون لتنظيم المؤتمر كل سنة حلوتك هو فيه مثل كان دايما اسمعه يقولك شخص عريان عريان معرفش ايه تأمس تأميز ويقول باب الخمارة فين تعایز تذكر ده انت عريان ده انت مفلس ده انت لسه شاحت من الامارات خمسمائة مليون دولار على الامح خمس سنين عايز تأمي المؤتمر كل سنة وباني على فكرة عب فتاح انت مش مبدع هي دي مشكلتك عب فتاح انك انت مش مبدع يا بيه انت مش مبدع واللي حواليك بهايم لازم يفاهموك ان الكتاب ده قديم لازم يفاهموك ان الشعب والشباب الصغير دلوقتي قد كده مالك ما شاء الله بيخش على تويتر بيخش على السوشال ميديا بيخش على الناس بيخش على الدنيا وعارفين دلقل بتعمل فيديوهات يا معلم فعارفين ان كل دي دعاية مكررة عمليات اعلامية كاذبة فكرة مكررة وبالمناسبة مبارك حرقها قبلك مبارك حرقها قبلك وقال لك احنا هنعمل المؤتمر بتاع السكان ده كل سنة اهو لقد دعوت العام الماضي لمؤتمر قومي للسكان وطالبت بوقفة مصرية ونصيرية تتصدى لهذه القضية بالمناسبة بالمناسبة حضرات معرفش ليه وقفنا انا حاسس ان المؤتمر ده كان اخر مؤتمر يخطف في سيء مبارك بالحيوية دي ليه بقى ليه بقى ركز معا شوية المؤتمر ده كان في الحزب الوطني اللي هو تحرق وتهد وتبعت ارضه دلوقتي تبعنا ليه بقى اقول منين الكلام ده لانه اللوجو ده من اجلك انت كان شعار اخر مؤتمر للحزب الوطني من اجلك انت اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان تكون دي نهاية برضو لعبدالفتاح السيسي زي ما كانت اخر مرة نشوف حسن بارك بالشجاعة دي بيقولك مفيش اي ابداع حسن بارك دعا برضو على مؤتمر قومي للسكان بس حسن بارك قال قومي انما انت بتقولي مؤتمر علامي ادي اول جريمة يا حضرات الجريمة الاولى اللي عمل على فتاح السيسي انه عمل الفيلم ده كله وقال لك السكان ومش السكان اشتركوا في القناة